أزمة رفع سقف الدين في الولايات المتحدة تثير المخوفة في الشارع الأمريكي فلا أحد يعرف على وجه اليقين ما الذي سيحدث إذا لم يتصرف الكونغرس هذه المرة وكيف ستتفاعل الأمور المالية وهذا يقلق أصحاب المشاريع خاصة الصغيرة كاروميو الذي ورث شركة طباعة عن ولده المتقاعد وما زال أصلا يعاني من تداعيات جائحة كورونا هذا يشعرني بالتوتر لأنني لا أعرف كيف ستكون الظروف المالية المرتبطة بعدم اليقين هذا لذا حتى يحل الكونغرس والرئيس الأزمة ستكون الكثير من استثماراتي في صندوق التقاعد الخاص بي تحت الضغط وفي ظل الجدل بين البيت الأبيض الذي يطالب برفع سقف الدين من دون شروط والجمهوريين الذين يشترطون خفضا في الإنفاق الحكومي لتحقيق ذلك عبر آخرون عن استيائهم مما وصفوه بتلاعب المسؤولين بمستقبل البلد من أجل تحقيق أهداف أجنداتهم السياسية أنا لا أفهم كيف يمكن للحزب الجمهوري أن يفعل ذلك وعندما كانوا مسؤولين لم تكن هذه مشكلة لا أفهم كيف أننا جميعا لدينا فواتير ولم يعد بإمكاننا الاتصال بالأشخاص الذين ندين لهم بالمال ونقول لهم ما لم تفعل هذا من أجلنا فلن ندفع لك إنه حد الجنون الفشل في رفع سقف الدين وفق مراقبين لا يهدد فقط الإنفاق الخاضع للاعتمادات السنوية من قبل الكونغرس ولكن كل الإنفاق الفيدرالي ويشمل ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والمزايا الحكومية الأخرى كما يمكن أن تتأخر رواتب الموظفين الفيدراليين حسين الطوض العربية واشنطن لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر